أهلا بك يا أصحابي دلوقتي ببلون هيخلنا ويتير في مغامرة جديدة مع يحيا وكنوز بسينه عن الحيوانات في واصل قديمة يلا بينا نشوف آه يا بابا مالك يا كنوز إيه اللي مزعلك؟ أنا زعلانة عشان سبب تاني خالص أنا عايزة ربي قطة وماما قالتلي لأ مش هنجيب قطة غير بعد نتيجة الامتحانات أنا بصراحة بحب القطة لأنها كان ليها مكانة كبيرة عند شعب كيمت هو شعب كيمت كان برضو بيحب الحيوانات الأليفة؟ المصري القديم كان عارف كويس أن الحيوانات بمختلف فصائلها وأنواحها جزء أساسي من توازن نظام الكون وسواء إنسان أو حيوان أو نبات كلنا عايشين في عالم واحد وبنكمل النظام البيئي مجتمع كيمت كان مجتمع قائم على الزراعة وده خلاهم يفكروا بزكاء ويستفيدوا من تربيط بعض الحيوانات اللي بقت تتغذى على المحاصيل وبعد كده يستفيد المزارع المصري من قلبانها والحمها وده كان سبب رئيسي خلاهم يهتموا بتربيط الأغنام والمعز والأبقار وكمان ربوا البط والحمام بغرض التغذية يعني هما كانوا بيبيعوا المحاصيل والمنتجات دي؟ وقتها كان في نظام غير البيع والشراء المعتمد على وجود العملات يا كنوز كانوا بيستخدموا نظام المقايدة يعني تقدر تاخد حاجة من شخص تاني أنت محتاجها وتديله حاجة عندك هو محتاجها الغريبة يا ولاد إن الفيلسوف الإغريقي المعروف هيريدوت لما ظهر كيمت كتب إنه أول مرة يشوف شعب بيربي الحيوالات داخل المنازل ده معناه إن قدرة المجتمع المصري القديم في الاستفادة من عناصر الطبيعة اللي حواليه سبق بيها غيره من المجتمعات اللي كانت موجودة وقتها إحنا لحد الوقتي لما بنزور منطقة الأهرامات بنركب جمل المصري القديم ما استخدمش الكمال كوسيلة نقل إلا في العصر المتأخر بعد عصر الدولة الحديثة قبل كده ما كانش موجود وبعض سكان كيمت حاولوا يربوا الفيلة لكن الفكرة دي ما نجحتش لأنه ما كانش فيه مراعي برية كافية على أرض كيمت لتربيتهم الخيول ما ظهرتش في كيمت غير بعد ظهور الهكسوس في كيمت قبل كده ما كانش شعب كيمت بيستخدمها في حياته اليومية نقوش وكتبات كتير وصلت لنا في عصرنا الحديث يا سينو بتقول إن المصر القديم كان مرتبط جدا بالحيوانات اللي موجودة وقتها لدرجة إن واحدة من أعظم اللي اكتشافات في عصرنا وهي توابيت الساروبيم معمولة مخصوصة عشان تتور أبيس واللي لقوا منها 26 تابوت موجود في أنفاق طويلة جدا وصلت لربعمية متر صحيح شعب كيمت كان مهتم بالحياة اليومية كان مهتم أكتر بالحياة الأخرى وجزء كبير من معتقدات المصر القديم كانت مرتبطة برموز تجسد على هيئة أسطورية بتجمع بابين رأس الحيوان والجسم البشري اللي أنا شفتهم كان تمثال التور أبيس وسوبيك اللي رأسوا على هيئة تمساح وجسم إنسان فيه أكتر بكتير يا كنوز تماثيل للقطة الطيبة الجميلة باست وهي رمز للحب والحنان لكن لما بتخضب كانت بتتحول للتمثال سخمة اللي رأسه على هيئة أنسة للأسد وجسم سيدة قوية وكان رمز للحر وكمان الصقر حورص وكان رمز للعدل والخير بس تفتكروا الكلب كان بيرمز لإيه عند المصريين القدماء ممكن الوفاء والحب الدفاع والشراسة الكلب الحارس واللي كان جسمه على هيئة إنسان كان رمز من رموز حراسة العالم الآخر عند المصري القديم بس إحنا هنشتري قطة رمز الحنان لأ هنجيب كلب يوه أنا هقول لبابا أنك بتضيقني وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قالوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي حلوة أقوى طيب ومين فيكو بيحب القطة والكلاب زي يحيا وكنوز وصينو أنا أنتوا عارفين أن أنا كمان بحب القطة والكلاب وأول حاجة بعملها أني بسميهم اسم حلو بس لازم نعرف إن فيه معلومات مهمة لو عندنا قطة أو كلاب زي مثلا إن هو ما يكونش مؤذي لنا ولا لحد من أسرتنا ولازم نهتم بنظافته وأكله وما نخليش حد يقزي هم الفران عب بيعملوا زينا كده؟ طبعا وكان عندهم رموز كتير من الحيوانات في حياتهم وبكده خلطت حكايتنا استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة موسيقى موسيقى